السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم لو عندك شحنة ومش عارف الاتش اس كود بتاعها تجيبه ازاي هتفتح على جوجل وتكتب دبي كاستمز اتش اس كود سيرش هتطلع لك اول واحد ده تمام هندخل هيدخلنا على دبي كاستمز ما نخش عندك حاجتين تقدر تدخل فيهم معلومات عشان تعمل سيرش اما لو عندك الاتش اس كود نفسه وعايز تتأكد من الوصف بتاعه او بتكتب مثلا وصف البضاعة هنا بيسمح لك تدخل كلمة واحدة بس وطبعا هنا الكود ده لازم تدخل ودخلنا مثلا اي كلمة البضاعة هيجيب لك كل الاتش اس كود اللي مندرك تحت الكلمة دي تفضل تقلب لحد ما تلاقي بالظبط الوصف المناسب للبضاعة بتاعتك وتختاره اهو الوصف الكامل للبضاعة وتتأكد ان الوصف ده مناسب للبضاعة بباعتك بتاخد الكود واتدخله وانت بتعمل البيان الجمروجي اهم شيء تتأكد كويس جدا ان الكود ده المناسب بالظبط لشحنتك او تدخل الكود لو معك الكود بالظبط بتدخله مثلا تتأكد ان الكود ده بيمثل البضاعة بتاعتك فعلا لان ممكن رقم يحولك من نوع بضاعة لنوع بضاعة تاني خالص فكذا انت ايه هتدخل برضو الكود اللي تحت ويطلع لك هوا الاتش اس كود اللي احنا دخلنا ده الوصف بتاعه تتأكد فعلا لان ممكن كلمة في الوصف تغيرك من اس كود للتاني موديل نوع الخامة اللي مصنوع منها طريقة الصنع وهكذا تتأكد كويس جدا ويبقى كده ايه طريقة سهلة جدا ازاي تقدر تدور على اس كود سواء معك الرقم او معك وصف البضاعة اهو نجرب واحد تاني ايطلع لك كل الاتش اس كود اللي بالوصف ده تفضل تقلب زي ما قلتلك وتجيب المناسب بالزبط اللي بيعبر عن شحنتك فعليا بيبقى مكتوب فيه مثلا بتستخدم في ايه المادة دي او الاكويبمنت دي المعدة دي ايا كان السجاد هاندي ميد ولا ماشين ميد وهكذا كل اس كود مفصل لنوع بضاعة معين وده الوصف الكامل بتدوس عليه بيجيب لك الوصف الكامل للبضاعة وبكده يبقى ايه بطريقة سهلة عرفناكو ازاي تتأكد من الاتش اس كود بتاع شحنتك اشتركوا في القناة